المفهوم التقليدي للمنهج المدرسي يرجع مصطلح المنهج في الأصل إلى اللغة اللاتينية ويعني سباق يتم في مضمار ما والذي كان يقام من وقت إلى آخر في العصور اليونانية والرومانية ومع مرور الزمن تحوال متطلب السباق إلى مقرر دراسي تدريبي أما من ناحية اللغة فنجد أن أصل كلمة منهج هو نهجة والنهج الطريق المستقيم والمنهج أي الطريق الواضح والخطة المرسومة فالمنهج والمنهج لفظان مشتقان من النهج وهو الطريق الواضح قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهجة أما المفهوم التقليدي للمنهج فهو مجموعة من المقررات الدراسية التي يتولى المتخصصون إعدادها ويقوم المتعلمون بدراستها تحت إشراف المدرسة وفي ضوء هذا المفهوم التقليدي للمنهج المدرسي لدى المربين القدماء نجد أنه يراضف المقررات الدراسية كما أن الكتاب في ضوء هذا المفهوم التقليدي للمنهج هو مصدر المعرفة ودور المعلم هو نقل المعلومات عن طريق الإلقاء أما دور المتعلم فهو الحفظ واسترجاع ما تعلمه من المعلم في الامتحان ترجمة نانسي قنقر